أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم من محطة جديدة من استوديو الجزائر استوديو الجزائر التي تهتم بالراهن الوطني الدولي وكذلك الاقتصادي ستكون صهرة اليوم اقتصادية بامتياز نظرا لما تشهده الجزائر خلال هذا الأسبوع من حراك اقتصادي مهم سواء تعلق بالزيارات أو كذلك بالمنتديات واللقاءات سيكون في هذا اللقاء استوديو الجزائر محوراني أساسيا سنتحدث عن زيارة رئيسة جمهورية الهند إلى الجزائر وما توجه من اتفاقيات وبالأحرى وبالأخص نتحدث عن منتدى الاقتصادي الجزائري الهندي والذي يأتي تحت شعار خطوة تابتة نحو بناء تعاون اقتصادي مطمر أي اقتصاد تريده الجزائر في علاقتها مع هكذا دول نحن نتحدث عن الهند التي تحوي مليار واربعمائة مليون نسمة نتحدث عن اقتصاد هندي يمتاز بمجالات متعددة نحن نتحدث عن التكنولوجيا ونتحدث عن الطاقة وقضايا أخرى كانت صلب اهتمام هذا المنتدى الذي قلت إما أمس وكانت برئاسة وزير التجارة وترقية الصادرات من جهة ورئيسة سمهورية الهند من جهة أخرى وتحدث الطرفان عن حجم التبادل الذي يبقى دون المأمول نحن نتحدث عن مليار فاصل تسعة أو مليار دولار في حجم التبادلات باعتبار أن الهند تاسع شريك للجزائر في جزء آخر مشاهدنا كرام سنتحدث عن المنتدى الذي احتضنته وهران وهو معرض مؤتمر إفريقيا وحوض البحر المتوسط للطاقة والهيدروجين ما هي مساعي الجزائر في الطاقات المتجددة ما هو الهيدروجين الأخضر وكيف يسهم في تعويض الطاقات الأحفورية مشاهدنا كرام هذه القضايا وأخرى سنناقشها مع ضيفي في البلاطو الأستاذ جلول سلامة وهو محلل اقتصادي مساء الخير أستاذ مساء الخير أقيب وعافية وتحية لضيفك الكريم نشكرك على تلبية الدعوة ويجلس بجانبي كذلك الأستاذ ربعي نصر الدين مونير وهو رئيس المنظمة الوطنية لتنمية الاقتصادية أهلا بك شكرا لنشكرا على الاستضافة نشكرك على تلبية الدعوة فقط قبل أن نبدأ في النقاش مشاهدنا كرام أردت في هذه الحلقة أن أعرج على ما توفر في وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثون عن هكذا قضايا تخص من حتى التضامن وهو قرار صادر في الجريدة الرسمية يتعلق الأمر بسبعة ألاف دينار جزائري بالنسبة لدوي الاحتياجات الخاصة أو بالأحرى الذين لمس لهم عمل ورب أرباب عمل أو أرباب عائلات ومن جهة أخرى 12 ألف دينار خاصة بدوي الاحتياجات الخاصة وهو ما أخلط بعض الأمور في أدهان المواطنين وسعى بعضهم على أنها من حتى المرأة المكتة في البيت لحد الآن ليس هناك جديد حول هذه المنحة التي كانت في صلب الحملة الانتخابية سنتحدث عن التضامن ليس في الجزئياتها التقنية ولكن كبعد اجتماعي مع الأستاذ أبدأ معه نصر الدين مونير بعيدا عن الجدل الضائر حول هذه المنح بالنسبة لدولة لما تخرج هذه المنح كل مرة وتحيينها ما دورها في القدرة الشرائية وكذلك في المناخ الاقتصادي بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم يعني في المرحلة خاصة في الأربع سنوات اللي فاتوا كانت الدولة التاجهت إلى توجيه هذا المنح تحت طبقات الاجتماعية الهشة بشت يعني يكون هذا الاسهام مباشر يعني لهذه الفئات وحنا كان عدنا نقاش في هذه السنوات اللي مضات حول يعني الدعم الاجتماعي والأموال التي ضخها الدولة في تدعيم يعني التعالخوبز وتعالحاليب كانت كينا غادة نقاشات واليوم الدولة راه تحاول أنها توجه هذا التدعيم مباشرة للفئات المعنية عن طريق يعني منح مخصصة لفئة معينة ولازم يعني هذه الفئة خاصة في المرحلة هذه اللي نرى فيها يعني الجو يعني الجو العالمي اللي نرى نشوف فيه لازم هذه المنحات توجه لهذه الفئات المخصصة المعنية وفئة يعني ذوي الاحتياجات الخاصة هي فئة يعني عينات يعني سابقا نعرف بللي كانت المنحة 4000 دينار وهذه 4000 دينار يعني لهذه الفئة غير قادرة باش تلبي لهم هذة المتطلبات الحياة من هذا الجانب كانت منحة إضافية يعني 12000 دينار جزائري اللي راح تزيد لهم إضافة في الحياة تاحهم وإحنا كان عدنا مشروع لمستوى المنظمة لإدماج هذا الفئة في العمل الاقتصادي بإنشاء مؤسسات وإداءة ويعني وندخلوهم في العمل الاقتصادي هذا الأمر يحبه بزاف الأستاذ جلول سلامة لما تقوله العمل الاقتصاد الأمور اللي تروح فقط أو تمد هكذا منح لا أسألك على هذا الجانب ولكن ندخل مباشرة السيد المخرج نبدأ بهذا المنتدى الاقتصادي الجزائري الهندي سيد الكريم بالنسبة للهند يعني قارة من حيث النسامات من حيث الاقتصاد من حيث كل شيء والجزائر دولة رائدة دولة يعني تسعى إلى نمو اقتصادي بالنسبة هكذا زيارة للهند الجزائر كيف تقرأها من جانب اقتصادي ليس السياسي لأنك لا تحب هذا المسار شكرا لك أخي بوعافيا قراءتي أولا للهند والزيارة مسؤول من الدرجة الأولى الهندي إلى الجزائر أولا أقرأها إعادة تلحيم العلاقات هذا من الجانب العام وكيان سوداج تاريخيا هناك عمق تاريخ العلاقات الجزائرية راهي ماشا مبعيد من مؤتمر باندونك واروح ليها العلاقات الجزائرية واروح ليها هناك امتداد للعلاقة الجزائرية الهندية لا لشيء إلا لأننا كنا تقريبا كدولتان في محور واحد محور دول في طريق النمو لكن الهند تفوقت علينا وأصبحت خامس أقوى اقتصاد عالمي بنسبة تسارع سبعة في المئة وبالتالي دخلت في سكون أبلو كلوب دي قران دون مجموعة الكبار نادي الكبار نادي الكبار أول درس أستخلصه أنا شخصيا أن الهند بالنسبة لنا عبرا أو مثل اقتصادي يجب أن نبحث في حيثياته وأسباب نجاحه حتى نستخلص منها دروس لنا هذا من الباب الأول من الباب الثاني الهند تحولت من دولة في طريق النمو إلى دولة أخذت مكان أنجليترا التي كانت خامس اقتصاد عالمي وتفوقت على المستعمرها القديم وهذه كذلك فيها عبرة بالنسبة للجزائريين لا أريد أن أدخل في الحيثيات غير نقرأه شوف الهند كيفاش تغلبت على الانسيان كولونيالزاتور انتعها لذلك قرأوا الدرس ثانيا الهند في القراءة الثقافة انتعهم يرقزوا بزاف على ما نسمع هم يعطونها تطهير هذا يتدير تطهير واش تقصد هم عندهم مثلا الاقتصاد انتعهم باش نشحوه داروا عملية التطهير كبراء الوازير الأول لذلك قرأوا بالنسبة للنسبة 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 ورانا شوفوا سبعة في المية نمو الفين وخمسة وثلاثين سيساوي الاقتصاد الهندي اقتصاد الصين الفين وربعين نورمال ما الاقتصاد الهندي ستوفق على الاقتصاد الصيني شوف الدروس كيفاش راهم يمشور لي يخدم يوصل استاذ جديد لي يخدم يوصل بالنسبة لنا الهند كنت قول الهند بالنسبة للجزائريين هي ليفيو كيل تاتا هي ماريو تي هي البنايات في سيدة عبدالله فلو بي جي هي شمان تفار في غي ليزان هل سنة والثمانينات يعني ما هي اليوم معقدية معا حتى عمله هنا دخلوا الجزائر حتى عمله في المجرى الصحة كان أعطيبا من الهند شوف أكبر درس للنمو تعل الاقتصاد الهندي وشنه هو نمو بسكوات غير بسكوات حتى شفناهم خوة اقتصادية دوسمو مي سيرمون دوسمو مي سيرمون سانك يوم بيسانس ايكوناميك وسط فكرة أستاذ ربعي بالنسبة أنت كرئيس منظمة ولك يعني رجال أعمال ينضغون تحت هذه المنظمة ماذا تفيدكم هذا المنتدى الاقتصادي الجزائري الهندي في مثل هكذا الظروف أنا أولا كنت حب نعطي فكرة برك على يعني الهند يعني إلى خلق علاقات اقتصادية استراتيجية مع دول يعني غير كلاسيكية اللي كنا نتعامل معها سابقا يعني فرنسا خرجوا من أوروبا وغيرها لا عدنا علاقات مع إيطاليا مثلا عدنا علاقات مع إيطاليا ولكن ما نتخلش مع فرنسا لا مشي على فرنسا فرنسا كشركة اقتصادية لكن كان احنا كان رئيس واضح في كلامه يعني اسمعني في وقت سابق كان اقتصادنا مرتبط بها يعني رابح رابح علاقة علاقة شفافة وعلاقة اقتصادية من غير السياسة ومن غير كل شيء احنا يعني توجه الدولة كان إلى إنشاء علاقات خاصة مع أقطاب اقتصادية كانت كانت توجهنا إلى الصين كشركة اقتصادية استراتيجية إلى إيطاليا إلى تركيا إلى روسيا إلى يعني دول أخرى زيارة الأخيرة رئيس الجمهورية تتبه ذلك نعم ومضينا اتفاقيات وارفعنا من العلاقات اقتصادية وقطر كذلك ودول أخرى عربية اللي اليوم رأي نشوف الإيطاليين يستثمرون في الصحراء الجزائرية نشوف القطريين يستثمرون في الصحراء الجزائرية ونشوف شركات إيطالية اليوم في مجال الطاقة رأي تخدف الجزائر وهذا هم النتائج تعنا اليوم توجهنا إلى الهند الهند كانت علاقات يعني منذ 68 وكنا في دول عدم الانحياز ليه لا حتى الطاقة الجزائر يساعدون ساعدون وتاريخين عدنا تاريخ معها يعني مستقر لكن ما كاش علاقات يعني العلاقة التجارية اللي قلت عليها تقارب 2 مليار دولار مع دولة كبيرة كما هذه هذا الرقم لا يلبي القوة تعالجزائر والمركز استراتيجي تعالجزائر يعني راهي بوابة إفريقيا وبوابة أوروبا في نفس الوقت روح لي أستاذ حتى نرى النقاش لأنه وقت دهمنا منتدى الاقتصاد الجزائري بالنسبة لكم ماذا يعطيكم من جديد اليوم رئيس الدولة الهندية رفقها وزراء ورافقها رجال أعمال ومثلهم في الكلمة اللي تكلم عليها رجل أعمال يخدم في المجال تعالفضاء ويخدم في المجال تعالصيدة وفي عدة مجالات اقتصادية وفي التصريح التي يهدر به كممثل لرجال أعمال اللي كانوا في الوفد قال باللي يجينا بيش نستثمروا في الجزائر لأنه اليوم الجزائر خاصة مع إنشاء الوكلة الجزائرية لتقية الاستثمار واللي هي مرقمنة بنسبة 100% هذا أعطى حافز وانا كان عندي عدة اتصالات مع السفير السابق اللي كان عنده ربع سنوات في الجزائر ومنذ أسبوعين وقلها نعم السفير الهندي ومنذ أسبوعين جاءت سفيرة جديدة في الجزائر وحطت أوراق اعتمادها عند السيد الرئيس الجمهورية لكن في لقاءاتي السابقة مع السفير الهندي كانت محاولات خاصة يعني باش نديروا لقاءات في مجال السيدلة يعني السيدلة نعرفوا بدولة الهند متطورة جدا خاصة في المخابر يعني في إنشاء وحنا الجزائر عندها ثورة في هذا المجال ونشوف النتائج اللي حقتها لكن شركاء في المجال السيدلة كلهم أوروبيين نحن حبين يكون عندنا جانب من آسيا اليوم في هذا اللقاء مع دولة الهند هو شريك استراتيجي جديد دخل الجزائر وشريك قوي لأنه هذا الشريك يعني في الفين وسبعة وعشرين رح يكون ثالث ثالث أقوى اقتصاد في العالم وحسب تصريح الدكتور اللي حكى على توفق توفق يعني على امتيازات أخرى اليوم اخترنا شريك آخر لشريك قوي اقتصادي في كل مجالات في مجال اللوجيستيك في مجال الطرقات سكل حديدية في مجال المصانع وهذه إذا كانت في المنتظة اليوم يعني في الاتفاقيات أعود إليك تتجلول يعني منذ أعطيتك الكلمة وانت تطري في الهند والهند يعني ما تسننش يعني ما تسننش أنت تعطي لها هذه الوصف يعني هي أقوى من كل شيء ولكن أحبيت أن أكد على نقطة مهمة أنت تركز في تدخلتك على الأفكار على نقل المعرفة والتكنولوجيا ما يهمك في هذا الصناعة وكذا لأنك يعني ما نشغل بقوة الهند كيف وصلت للمجال هذا لماذا نخذ العبرة لماذا نخذ العبرة لتريلي لسن اسمحني ما نقدر ونحن ندير مع الهند وما ترتينا يعني باش نوصلوا لهذا المرتبة شوف كان أخي حسن يقول على القوة نتاعهم في الميديكامون الموليكول تتصنع في اللابورات والأوروبيان وتنتج في الهند دولنا فانتاج كل أوروبيان في الشاركة ونحن نعطينا حتى حاجة من هذا كل شيء يتخدم لهم في بورطو لدينا نحن 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 بلاش دون قراطوي ونحن نحن بكو دفول لدينا 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 ونحن نحن شوف الهند مع الهند كيف يشترون الملوكي تصنع في مخبر الماني مخبر كمياء الماني وتنتج في وزين مصنع هندي الجزائر مع الأوروب لا ندين حتى شيء المريكان مع الهند الفكرة الالغوليد يتصنع في سيليكون فالي يتصنع في المعلومات المعلومات كامل الساتوليت يتخدم في أوروب ويقلع بلافوزية على الهند يملك الساتوليت على الجزائر أستاذ لا تبقى شكرا في الهند لا أشكرا لك لدينا الهند هذا وش يعطينا اتصادي لنعطي لك نقاط القوى عند وين المعلومات الانفورماتيك ورائحين الانتليجنس ارتفيسي الانفورماتيك لا بلو بار دي لوجيشيال اللي رفل هاتف انتاعك في الكمبيوتر وفي جميع واشر عدنا لا بلو بار هم تخدموا في الانتسي محمد زيد عندو قوة ما تنو عندرك عندو قوة تكنولوجيا في الاسباس يقدر يعاونك بالزاف في البروبيلسيون وفي الامنة تنتوعك زيد يقدر يعاونك في التوسكي بيو قربيرو يعاونك في الفارماسي يعاونك في البت بياش يعاونك في عندهم خبرات حقيقيين خلاص الناس هدو نجح وليزم تفهم باللي ما ركش تعمل مع يعني الهند كدولة نامية كما كانت فليزاني كاتر ما ركت عامل معاين نظرة اقتصادية هو أننا عشنا لازم زين يتفكروا عشنا لأperiod تعل إغلاق تعل كوفيد لكن نجم ننتبه لشي واحد آخر الصين واصلة الإغلاق عشر شهر سيطول لبور دو شانغاي عشر شهر يعني عشرة فلمية الحركة العالمية للمنتوجات توقفت لبور دو شانغاي نحن محتاجين جو اقتصادية إلى منافذ وسلاسل توريد متفرقة ومتوزعة الهند الصين شرك مهم لكن ضرور بالنسبة لنا توزيع ما نقل تستربي نبام التعليز نتو عنا في المنطقة شركة الأوروبية رهم مهم وليس من رجوع معه الحمد الرئيس رغال بم ماتنا يفو روز نحن اتفاق الهرب نحن نحن بم بكو هذا الرقم عني حسبتو شخصين ومددتو في الإعلام وقابل لنقشوها الهند جام مدات لك أموالك من هادو لاشين نوبلي لكن نحن نحتاجين لتروا بول نحن زبلي بالسل بالسل والمريكي والرس ومتو نحن كدولة يعني تقريبا ما رانا في حتا بلوك تشوف ما رانا في حتا منظمة اقتصادية نحتاجو دي بارتنار دي بارتنار عندك لاند تنوي على المتعاملين اقتصاني وشورك ولكبار موش غار ما نشي حكي على نمبر كيرا تحكي على لليغراند تقريبا عندك للا puissance انغلو ساكسون لانغلوتر لليغراند 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 للاسترالي ونوال زيلاند عندك لبول أوروبيا عندك لبول أورو أزياتي لليغراند روسي وفي لسنك دراغاند آزياتي وعندك لك لأشين لازم تخدم مع قه الا باش ما تكون محتقرة من ترجم جهة وحدة استاذ ربعي استاذ جلل وسلام أعطانا المجالات لم تساعدنا الهند ولكن سيد الكانين من جهتنا مدى الهند ما هو الضمانات لباش يستطمر عندك والعنوان هو خطوة تابتة نحو بناء تعاون اقتصادي مطمرة بش ينتج هذا الاقتصاد ويثمر لازم كنت ضامنات ماذا نعطي من ضامنات للشريك الهندي وماذا أعطينا من ضامنات لقطر وماذا أعطينا الضامنات للجنب للشركة الإيطالية يعني الجزائر اليوم سياتها الواضحة وبالتقارير انتعى البنك الدولي والمؤسسات البنكية العالمية هذا يعني هذا هو الضمان لنمده لهذه الدول الجزائر اليوم أصبحت ورشة وسطرة أهدف اليوم سيد رئيس جمهورية قبل في العهدة الأولى قال لازم نوصل في 2027 400 مليار دولار هذا هدف وهذا الهدف لازم مشاريع لباش نوصل لهذه الأرقام اليوم تحسون يعني الدخل سنوي التاعنا من 225 هذه تقنع لهم؟ مش خدم معك؟ لا دولة مستقرة اقتصادي وعندك نسبة ممو ثابتة هذا هو الاقتصاد اللي تحوس عليه هذه الدول أنا كنت في 2022 في لقاء يعني كنت في لقاء يعني في يوم وطني لأحدى السفارات وكنت لقيت مع مع الصفراء الأسيويين يعني أغلب الصفراء الأسيويين وكنت وحدي جزائري معهم تحذثوا على يعني الوجه الاستثماري الجزائري كانوا يقولوني المناخ الاستثمار عندكم غير واضح الأرقام عندكم غير واضحة ما كاش رقمنا ما كاش ليعطينا معلومات دقيقة على الاستثمار ويحكوها بكل يعني بسكو ما يحكو بصراحة هذا قبل ما يخرج قانون الاستثمار أكيد قبل صدر القانون الاستثمار بعدها توضحت الأمور قانون الاستثمار قانون العقار الصناعي قانون نقص الصرف كل الأمور يعني الأمور التشريعية وضحت واليوم النتائج الاقتصادية والجزائر نعرفه بالورشة من الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي يعني رهي كين وراشات في السيك الحديدية في الطرقات وهذا العمل لا يتنفق فيها الدولة هذه الأموال لا يتنفق فيها الدولة لماذا يعني باش تنشأ استثمارات هناك يعني اليوم الجانب الفلاحي اللي الجزائر حبت يعني التوجه في الأمن الغذائي وعملت مشاريع كبرى في الصحراء الكبرى بشركة جزائرية وبشركة يعني خاصة وعامة وبشركاء اقتصاديين دوليين هذا المشاريع اللي رهي تنفقهم الدولة بضخ أموال يعني في الجانب اللوجيستيكي هذا كله رهي استقطب كما استقطب الإيطاليين والقطريين رهي استقطب الهنود والصينيين وعدة شركات أستاذ جلول سالمة قبل ما نقاطعك تكلمتنا على مسألة التنظيمات ويعني الهياكل بالنسبة الدولية منظمات منظمات بأنه تعرف أنه الهند هو المؤسس من بين المؤسسين للبريكس رئيس الجمهورية قال في آخر لقاء الصحفي مع الإعلام أنه معناش نخمه في هذا القاضي تعال انضمام للبريكس ولكن عندنا مسار آخر أو توجه آخر بنك البريكس اللي يدخينا فيه مليار دولار هل يعني هل بداية التعاون الاقتصادي شوف أنا شخصيا نظر لا تكلمش على بريكس سياسي لذلك تبادل بينهم من بين الميزات الكبرى التي متوجه لها لا أريد أن أقولها مية متوجه لها لذلك نتعامل معك من غير الدولار وبالتالي أنت فيجي بك يوان أنا فيجي بروبل اليوان كونتر روبل أنت عندك روبيا أنا عندي اليوان انت بدل وبالتالي ولا نوفو بانيو دوموني نقف هذه نشوفوها بعد الفاصل تقدر معلش إذن مشاهدنا كرام نخرج فاصل قصير ثم نعود استكمال استوديو الجزائر ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدنا كرام لاستكمال هذه الملفات الاقتصادية في استوديو الجزائر نقشنا في جزء أول موضوع المنتدى الاقتصادي الجزائري بخصوص مجال الأعمال وكذلك الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ونتحدث في هذا الجزء حول موضوع آخر ولكن سنعود إلى الجزء الأول لإفائه حقه مع ضيوفي في البلاطو والأستاذ جلول سلامة محلل الاقتصادي أهلا بك أهلا بك من جديد ونرحبو كذلك أستاذ منير روبعي هو رئيس منظمة الوطنية لتنمية الاقتصادية شكرا سأعود إلىك أستاذ جلول لأنك كنت تفصل باختصار بخصوص هذه القفة قفة ce qu'on appelle le panier de devise قفة نقضي للمحاملات ما شاكي نقول le panier de devise بين le BRICS c'est un panier déدولاريزي دونك اور دولار إحنا رحين نبقاو بسكونا نبقاو بل يورو دوشور إن أكنامي دولاريزي سأتقولو بالدولار إحنا أغلبية المبيعات تنتعنا بالدولار الأمريكي اللي خزينة تنتعنا تقريبا بالدولار وبالتالي إحنا غاد نكونوا أور لكن واش نستفادوا كي نكونوا في البنك دول بريكس نستفادوا من شيئين أولا نستفادوا من ما نقل دي تي أس دروات تيراس سبيشو سيطادين ندو المكافئة للنقد اللي غاد يتبنى هالبريكس سا دي بون العملة اللي نتبنى ربما العملة صينية ولا عملة جديدة بينهم عدنا ونوغس كنابل دي تي أس دي دروات تيراس سبيشو إكيفالو لذيك الموني ثانيا واشيكون عدنا حق سلفة القرض دونك لا بلو بار دو طن على حساب كيمال أفا مي باش ما نكسرش أحنا أتنين لا كيت سرط مليا لما عندها تقول لا ما عندها خرمية تحتاج مستقبلا رك تحل الباب على نتعلي حطيت سوالت في البريكس بس نستمر باش مش مش شرط باش تستمر سيو سي أن دروة قلت لك دروات تيراس سبيشو باش يكون عندك حق أنك تاخد النقود من عندهم في حالة ما تحب تستمر انت في بلادك وكي متل ولكن هنا سلطات العمومية فصل في القضية بالنسبة قضية القروض معناش حنا قروض خلني وصل لك الفكرة خليوا ميش قضية القروض خلي حق حق انت عندك ان دروة ما استعملتش قصة واحدة ميلاو دروة كما عندك في الفامي دروة في الفامي جنغال مو امبورت رواة انقروا باش مكثروش على المواطنين مدوش لفرقيل تحط مليار في الفامي تقدر تتسلف على الفامي غدوات رواة مليار تحط دي مليار تقدر تسلف صحيح يفرض عليك الفامي يفرض عليك نفسه هذا قصة واحدة رح تكي تكون محتاجة انت في البريكس مشي لفامي البنك تعلبريكس مشي لابنك تعلبريكس عندهم شو ما لفامي تكتيلك لالين دو كندويت لوردونانس تددي الدولار من ناو تددي لوردونانس البريكس سيقول لك لا لا نحترم لسوبرانتي نحترم الحريات نحترم وبيتالين تكا جزائري عندك لسوبريني لا تقدر غدوة ما غدوة ترح تسلف عليه المواطن بشيفهم لكن مشاكي مالوة فامي مليار في البريكس يعني غدوة نحتاج نقدر نفتر مليار ما تقول ليش مانيش محتاج لغوة ويحتاج فيه من الأيام هذه ضمانات للمستقبل هذه ضمانات للاقتصاد انتعب ومام طون لما تدي تهم ش سوال تلي تقدر تضمن بهم استثمارات ماذا رأيك من فكرة استاذ روبعيلي كانت كل فيها هو البنك البريكس يمول عدة مشاريع في البنية التحتية وحنا الجزائرة عندها مشاريع كبرى في البنية التحتية لأننا نكون وصراحة وإلى بعض حد في الفترة اللي قبل 2020 ما خدموش في البنية التحتية خاصة في الصحراء وإنها اليوم عندنا مشاريع سكة الحديدية لا سكة الحديدية أول خطرة ونخممنا باش نديروا سكة الحديد بين تين دوف وبشار وبشار والنعامة ونطوروا في الخط تحت سكة الحديدية ومشروع طاموح إلى تمان رسد كمنا المشروع منذ أسبوعين مشروع تحت سكة الحديدية تحت تبسة والولايات المجاورة إلى سكيكدا إلى ميناء سكيكدا وميناء عنابة هذا وكتملهم ووزارة النقل عنت على الاكتمال تحت المشروع اليوم نعرف من أدرار البرج باجي مختار الطريق يعني كانوا بدوها في الالفين وربعة هدو درناهم بلا بريكس لا بلا بانك البريكس نتكلم عنه لا ما درناهم لأن المشروع الآن وين را هنديروا عندوا سنتين وين برمج المشروع ويبدأت من رقان تمشي بمشروع را هماشي لبرج باجي مختار ومشروع آخر جاي من رقان من برج باجي مختار يعني فير أدرار وكان ماشي وكان تمرات تعين صالح يعني باش نقولوا بلي كان كين أموال كبيرة باش نخدموا هذ العامل مخدمناش اليوم مضطرين يعني اذا كنشوفوا بلي عدنا أهداف وعدنا تطوير تطوير مجال تعالغاز والبيترول اليوم تحدثنا عن الهيدروجين مشاريع أخرى في بناء مستشفيات بناء هلك الاقتصادية جديدة بناء مشاءات اقتصادية عدنا أولويات باش نحبسوا الاستيراد عدنا اليوم الدولة قائمة الأولويات في الاستثمار الصناعي وين عندها يعني وين نستورد ونعدون الصناع هنا في الجزائر هذا مشروع ضخم يعني جزائر انطلقت فيه مشروع كبير هذا يعني أنا ما نيش نقول بلي مضطرين باش نروح البنك بريس لأننا هذا البنك أنا شركاء فيه يمكن يمو المشاريع يمكن يمو مستقبلا اليوم تعرف مليار دولار مليار دولار هذا كذا ما نأولى يعني ما زال 6 مارفين يعني افتحنا باب أخرى للتموين افتحنا شريك آخر مضمون يعني الأفهمية عنده شروط قاسية يدخلك حتى في المجال الاجتماعي والمجال التعليمي اليوم البريكس كما تحدث الدكتور عنده بيزنس يعني معاك ربح ربح وعدنا اليوم تكلمت على مشاريع تندوف الأزوار في موريطانيا زويرات زويرات في موريطانيا راح مشروع تكفلت به الجزائر يعني بدأ المشروع نطلق يعني في الانجاز تاعه هذو المشاريع الكبرى للخروج يعني نحو إفريقيا عن باب موريطانيا وإن شاء الله مستقبلا تحسن الأمور يكون عن الباب آخر تاعني النيجر ومالي وليبيا يعني ليبيا احنا خدمنا مشروع كبير في الدب داب وفتحنا باب تاع انتع تصدير واستيراد يعني عمل مشترك وفيه عدنا الباب الوحيد لنخدم نشوف بامتاع تونس وبامتاع موريطانيا مثل مناطق الحرة يعني هذه تاني مهمة جدا لتكلم عنها رئيس جمهورية مع رئيس الموريطانيا كانوا مؤخرا يعني مذنو أربعة شهر كانوا عنوا عن طلاق المنطقة الحرة أستاذ نكملوا في القاضية تالي هنقبل مرة الموضوع هل عندك إضافة يعني شوف أنا الإضافة اللي حاب نشر لها أن الجزائريين لازم باش يصحوا ما صار الاقتصاد انتحهم يشوفوا ناس هدو كيفية نشح شوف إنبويصانس إيكونامي كيفية شبتنات في الإسپاس دو 20 تون تون الجزائريين مثلا بزاف يحكيوا أنا قبل أنا أشرت لك لها هكذا ربما ما تعمقناش فيها أنا قلتلك معلومة لكن ما ركزناش عليها الجزائريين يشكيوا كامل متدهور دينار شوف الهند كيفية نشح ما كان شعوم لك كانت متدهور كما يقول الجزائريين قدر الروبية الهندية البي وقيل 200 200 أو 2000 روبي كان فريمان تدخن كان مرتفع بشكل كيفية كيفية قرأوا الدرس تنبو الدروس ثانيا الهنو ده ان ايكونامي كان يون دوس كي قلت الانت يكلم دوس ويصور بالعقيل ويبنيو زيد حاجة وحد اخرى الهند يمت ايكونامي ميما تقول لك بلد ديفلوبي تقول لك انووى الديفلوب ماله بتوفيتي من الستات انتحة انترنسونا دم بي انووى الديفلوب في مساعدات وعبنو مساعدات انت دوك يحلع باب البريكس عندك الويفامي وعندك البريكس الجزائي مشي حبا تكون فيها مغلوق على روحها ما قرد رحمنا كامل مع الويفامي ومع الفيدرال البانك امريكا بس كون انا دولاري كما حكيت لك لكن ما نحن حبين الراطي والفرصة تعلن نوفو بول ماندي يتركب ونكون اوط اخرى مرة اخرى بالتالي راني انجليسي بالعقل ميسير محنا تاني رايح نفعل البريكس بالنسبة لنا ست ان بورت مليحة ان بورت مهمة باش ندخل ال فضل ان بورت مليحة يعني باب مدخل جديد ومدخل مليح للا الاقتصادات الكبرى باش نكون في الكلوب بتاع البريكس سي نحن نحن بار انت مي عدنا او مو ان دروى الانت ريض للا بانك انت بس فكرة بس مليحة ان بس مليحة ان مليحة مليحة افريقية ومدخل الى موضوع اخر الموضوع التاني سنعود اليك سنفتح النقاش في ما تم اليوم او امس في وران بخصوص معرض ومؤتمر افريقيا وحوض البحر المتوسط للطاقة والهيدروجين هذا الملتقى الذي شمل عدد مستطمرين في المجال والجزائر كما قال وزير الطاقة على انه تدخل بقوة في انتاج الهيدروجين الاخضر هذه الطاقة المتجددة التي يسعى العالم الى دخورها وهذا للخروج من الطاقات الكلاسيكية الطاقات العفورية ماذا يمكن ان يقدم هذا المؤتمر للجزائر وما هو المجال الذي يتحدث عن الهيدروجين الاخضر كيف يمكن انتاجه وكيف يمكن ان تسهم فيه الجزائر ادخل هذا الموضوع مع الاستاذ مونير ربعي وربما كنت تشير الى قضية قبل من انتحدث في هذا الموضوع تفضل كنت حب تشير ديبلوماسي الجزائرية تحولت منذ بداية الجزائر الجديدة بعد 2020 كان تحول ديبلوماسي نحو الجانب الاقتصادي اليوم هذا الانجاز يعني كان حكي على الدكتور على العلاقات الفاترة مع دولة الهند لفترة طويلة مكانش علاقات اقتصادية مكانش علاقات هادئة أو بدون ا 아무 تعامل اليوم هذا انجاز يحسب على الديبلوكي جزائرية في الجانب الاقتصادي وليوم هذا الاتفاقي لا ستكون عودة علاقات ليقوم العلاقات التجارية التجارة هذا المؤتمر أو المعرض إفريقيا وحوض البحر المتوسط لماذا كل هذا الزخم إفريقيا وحوض المتوسط والأوروبيين في طبعته لقم 12 الجزائر أصبحت مركز إفريقي عودة الجزائر في الجانبها الإفريقي قبل سنة كان مؤتمر الغاز دول منتجة للغاز في الجزائر وكان مؤتمر ناجح جدا في حضور برؤساء دول ورؤساء حكومات وكان أهم موضوع كان حطوه على الطاولة ونقشوه السيادة الطاقوية لأول مرة سيادة الطاقوية نحكي عن السيادة الطاقوية لأنه نعرف بهذا المشاكل يصروا في ليبيا وبعض الدول الأخرى كان الدول الكبرى استهدفتهم من أجل الطاقة وهذه حاجة معروفة العراق مثلا ونهبوا الطاقة تحهم تحدثوا عن السيادة الطاقوية وسيادة في الأسعار وفي الإنتاج وفي الشركة يعني الشركة تكون متكافئة أنت عندك تيكلوجيا عندك الطاقة يمكن أن تكون شركة هديفة اليوم هذا الطبعة الثناش لمعرض ومؤتمر إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في الطاقة والهيدروجين هذا الطبعة كانت مهمة جدا وإن شرفت عليها وزارة الطاقة ووزارة الطاقة وكذلك الهيئات المعنية بالأمر مشاركة شركات في المعرض شركات من الهند مثلا من أمريكا كنا شاهدنا بلسافية سافية أمريكا كان ثم ومضات اتفاقية مع سيد الوزير لأن الأمريكا رأي شريك اقتصادي في الطاقة في الجزائر من أهم الشراكة في الجزائر وباقي الشركة كذلك حتى الإخوة يعني الدول العربية السعودية مصر ودول أخرى نحن نشوف تحول جذري نحو الطاقات النظيفة في الجزائر يعني كانت عدنا محاولات في السنوات الماضية يعني منذ خمسة سنة وعشرين سنة كان فيه برامج لكن على الورق اليوم تحدثنا ماذلا في الطاقة الشمسية يعني الطاقة النظيفة الشمسية فيه مشروع اللي اليوم راح بدأ في الإنجاز من ولاية جلفة حتى ولاية تندوف حتى ولاية تمرس عدة يعني بلوجير سنتر ستاسيون فوتوفولطاييك اللي راحهم في طريق الإنجاز شركة سونالكاز كانوا نشأوا في سنة الفين وعشرين كانت قبل شركة قبل الفين وعشرين شركة شمس اللي شرفت على الدراسة واليوم أوكية المهمة لشركة سونالكاز والشيء الملفت في الأمر أننا نتوجهنا في هذا الأمر إلى الشراكة الأسيويين بالشراكة مع شركة وطنية أغلب هذه المحطات اللي راهي على المستوى الوطني بالشراكة بين شركة صينية أو شركة كورية أو شركة يابانية أو شركة من أسيا مع شركة وطنية وهذا يزيد يعني الاحتكاك هذا اللي في المجال الطاقوي راح يعطي خبرة للجانب الجزائري في إنشاء هذا المشاريع احنا عدنا خبرة في محطات تحليل المياه اللي عطيناهم الشركات أجنبية لفترة زارتها اليوم رئيسة الهند يعني يعني مدينهم في مجال إنجاز هذا المشاريع مدينهم شركات أجنبية مدة سنوات اليوم بقرار تعدو لقرار سيادي أعطيناها الشركة وطنية شركة جي سي بي شركة جي تي بي شركة يعني ديفيليير تعصى فروع تعلى شركة صناتراك اللي يرى منجو بنسبة الإنتاج مية بالمية يعني بقاتل المعدات باكلي بومب والمضخات اللي يجيبوهم بالخارج راهم هذا المحطات شركة أو سي را تنجزهم بنسبة مية بالمية بإنتاج وطني وهذه مفخرة للجزائر اليوم في المجال التقاوي نتوجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر ونحو تصديره إلى الخارج نعرف باللي فتحنا خط تصدير الكهرباء يعني من الجزائر نحو إيطاليا يعني في سن 2023 كنا نصدروا البيترول نصدروا الغاز ومشروع الغاز طور إلى عدة يعني بقوة كبيرة في هذا الخمس سنوات وعدت استثمارات إنتاج البنزين اللي كنا نستوردوا البنزين من خارج تحررنا من هذا من هذا سنة 2028 كان آخر يعني كان آخر سنة اللي عدنا نستوردوا فيها البنزين وعد إنتاج محلي يعني عندنا تطور ملحوظ اليوم لازم نشاركوا مع الدول يعني الدول الكبرى في العالم من أجل هذه الطاقات النظيفة يعني إزالة مدت الكربون اللي راهي الدول العالمية كامل تتعالج في هذا الموضوع اليوم جزائر يعني بالاقع 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 على هذا الإنتاج يعني دول يعني نحن نشاركوا في هذا الأمر ونشاهدوا المشاركين يعني والدول المشاركة أعطى أكبر أهمية يعني للإمكان ما فهتوا شكرا أستاذ جلول سلامة يعني قبل ما نتكلموا عن المعرض منذ مدة ونحن نتكلم على طاقات القديمة بالنسبة للجزائر ونذهبوا دائما لهذا الهيدروجين الأخضر وغير ذلك بصراحة أستاذ هل نحن في التوجه الصحيح وما هي الأليات هل قادرين نخرجوا من هذه الطاقات القديمة وندخلوا في الطاقات المتجددة نعرفوا ونجاوبوا رياضيا ونجعلوا الرأي العام يحكم الهيدروجين الأخضر هو فقط دولو ديكمبوزي ندر بلما ندروا الهيدروليز هيدروجين ووكسجين بيان وين يكون طاقة نظيفة لكن الكهرباء التي دخلناها لكي نتجنا الهيدروجين تكون جاية من طاقة نظيفة لكن جامل السولير مثلا إذن لاشان طاقة شمسية كسرنا الماء خرجنا الهيدروجين خضرنا الهيدروجين استعملناه سوى دورنا به التوربين تعتريسينتي صنع الكهرباء سوى دخلناه فلوري الزنغري شيمي كتعلال في لحا سوى خدمناه بيتروكميات وما شبه العالم يستهلك حاليا خمسة وسبعين مليون تون من الهيدروجين الأخطر نقطة انتهى صحيح فهمناه الهيدروجين الأزرق باش مواطني باش من دووخوش الناس الهيدروجين الأزرق لا جاي من احفوري سالي سوى دورنا كاسي سوى دورنا كاسي خرجنا الهيدروجين وخدمنا به لكن الهيدروجين الأزرق ونحن نظره لنا وأننا نظره للموحيد ونحن نظره للمواحيد وعندما يقولك الموحيد فلا تنظره للموحيد تنظره للموحيد سيناولكم لا تتخلصك نحن نظره للموحيد نذهب إلى المنوحيد هنا بيت القاسيد هذا الهالة كما دارت المقصود انتحها كيف تدفع أقل تكلفة بولا بوليسون نحسبوها شوف في 2024 سيطبق حتى على الجزائر نذهب لكي يفهم كوي ساجي في 2024 كنت نحسب من كنا ننتظره عدنا 68 دولار على كل طن سيود يعني وينما تنتج كدولة تنتج طن واحد تخلص عليها تاكس مثلا 68 دولار لكل البواخر التي تقصد الموانئ الأوروبية الله أكبر يعني أي باخرة جزائرية من 2020 تذهب لأوروبة قبل أن تصل لها المسافة كيف تتخلص غزوال كيف تتخلص ثلاثة طن ثلاثة طن ثلاثة طن ملتبلها ب 68 دولار لذلك نحسب لنا هنا ثلاثة طن حسناً، أتمنى كثير من الأرقام؟ لا، لا، سأتبعي، هل المسارح صحيح؟ لتعرفين الوحفورية لا يحتاج إلى المسارح، لأنني ستتوقع الأقصى حتى من الـ 2027، سأقوم بكثير من هذا العمل قلت لك أن أتمنى أن تخلص على سبيلات 220 دولار كي تأخذ الأرباء سيفة عليك أن تذهب إلى المسارحات المتجددة؟ مهما يمكنني أن تكون آدفات التوارس المعارب في شكرا فيها. فلن تحسير ابداً عن البطاقًا؟ بحسب الأسفل تتعبًا عندما تحسيرها بستوالد 4 ألف مليون. إن أحساسه بأن محمد محمد مقالد، ينبغي ذلك على المساعدة. حينما تقول الأفريق، سأمر في أفريقا، أو أن تكون قوة أن تفاوض على المطاقب، بس كنت ستضغط عليك الضغط كبير الجزائر لازم يفهمه الرأي العام لازم يفهم باللي رانا واحدين قضية المناخ هذي تولد كما قضية حقوق الإسان هذي صارت ضغط سياسي كبير واقتصادي رائعي هذا التوجه نحو الأهيد حاليا شارعنا نوجده كتشوف انت يا متن سيد وزيرتا قال يوم يعلم يقول لك الجزائر بواما ندخلش في الديطاي نصف مليون هكتار تجال وش رانا نقصده بها سيكون صارت ضغطť انه سيماكن قضية كبيرنا قبل أن احد كبير القضية Nakزق جزائر فهي كان لك制ق سيكون جد Looks تقصي لسيستخدم حول الفيديو وもし فعلنا لكي نفس فال resonance في اليومها لا نعمل ما زال ملجج في الجزائر يقول لي أي مصنع ينتج مواد ويلوث في البيئة راح يخلص لطاكس كاربون رانا وعدينها استاد بنصر الدين رئيس أو وزير الطاقة اليوم يتحدث عن استثمار 3 ملاير دولار 3 ملاير دولار في مجال الهيدروجين الأخضر بالنسبة لنا هل نحن قادرين يعني بهذه 3 ملاير دولار نحقوا الطموح من الهيدروجين الأخضر لا هو كان هذا يعني مذو سنتين وين تحدثوا على المشروع هذا شركة سوناتراك أنها تدخل في هذا المشروع يعني الوقت راح يدامنا واختي صار كان مذو سنتين كانوا تحدثوا على هذا المشروع اليوم في أول مؤتمر لعقد عدة شراكات مع شركات كبرى يعني في هذا المجال ما شي غير في المجال التالي الهيدروجين الأخضر في مجالات أخرى مع شركة سوناتراك وفروع التحا واليوم بعد إعلان هذا الاستثمار يعني بمبلغ مهم هي بداية وكان قال في الكلمة التيعه أنه هذا المشروع يستهدف لتصدير هذه المادة إلى أوروبا يعني عدنا عدة مشاريع طاقوية لننمون فيها أوروبا ونعرف بالأوروبا حاليا بعد يعني خاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية باللي فقدت ممون يعني مركزي وكبير واليوم عام يعوضوا فيه يعني دول أخرى بينها نيجيريا الجزائر كبوابة لإفريقيا نيجيريا راي اليوم تأمل أنها تمون تمون أوروبا عن طريق الجزائر وهذا المشروع مشروع في الطاقة النظيفة كباقي المشاعر الأخرى اللي راي تمشي فيها الجزائر اليوم عندنا صحراء كبيرة اللي لا يمكن ربطوها يعني بالطريقة الكلاسيكية يعني تموين من الشمال إلى الجنوب ممكن في أقل من دقيقة في كلمة أخيرة قبل أن نختم يعني لو كن هذا المشروع كان في بداية 2020 اليوم بدأ يعني ملامح تتجسد يعني تتجسد أرض الواقع وهذا مشروع واعد الجزائر هناك كلمة أخيرة قبل أن نجوز الوقت أستاذ أعجبت تقريبا الهدف أن نتعنى الموزن أن نواجده البلاد الأفنير اللي راي جاي سيلا ديتاكساشن إلى تاكساشن كاربون بتالي 3 مليار مننا 2 مليار مننا 1 مليار مننا سا كونتريبو دون الانسامل أدوني وبيي سكونا نقل إنه بيسانسة وننرجي بخوب باش تعاوى تتناقش تعاوى تتفاوض مع الى بارتنار إترانجي سور الاتاكس اللي راي جاي شكرا لك أستاذ سمح لي بارك أنه يعني بين المشاريع الاستراتيجية اللي سطرتها الوقت الجزائري اللي تلقي استثمار عن الدولة الجزائرية هي مشاريع في مجال إنتاج هذا يعني بسط فكرة يعني لبلاك فوتوفولطاييك وهذا الأمور تعطاق النظيف شكرا لك الأستاذ ربعي نصر الدين مونير وأنت رئيس منظمة وطنية لتنمية اقتصادية على هذه المشاركة أشكر وموصولك دايك الأستاذ الخبير اقتصادي جلو السلام على المشاركة نلقاك في فرصة قادمة بحول الله مشاهدنا الكرام بهذا نأتي لختم ستوديو الجزائر ولكن فقرات برنامج البلاد متواصلة صهرة ممتعة سلام الله عليكم